اخر فقرة في الحلقة هي المسابقة ولا يسعدني فيها مشاركتكم ونفسي كلكم تكونوا كفايزين فيها بس مع الاسف مش هينفع غير واحد بس اللي يفوز الجيزة هكتبها لكم في الاخر السؤال هو من هو اول من كتب لا اله الا الله محمد رسول الله على العملة وهديكم ملخص سريع كده عنه ايه ممكن تعرفوه اكتر اول من كتب لا اله الا الله محمد رسول الله على العمولات هو قائد عسكري اموي وكتب الشهادة على العملة كخطوة من خطوات تعريب العمولات والاصلاح النقدي في الدولة الاموية القائد العسكري كان احد رجال الخليفة الاموي عبد الملك ابن مروان وهو اول من قام بسك العملة الاسلامية واول من قام بسك الدينار الاسلامية منتظر اجاباتكم وهيكون عليها سحر وزي ما قلت هيفوز واحد منا فقط الجيزة هتكون عبارة عن تبرع باسم الشخص اللي هيكسب انا اللي هطلعه وهيكون لبناء بير او الحفر بير في اما في مصر اما في افريقيا انا لسه مش متأكد دلوقتي حسب المؤسسة المؤسسة اللي انا هتفق معاها دلوقتي والسحبة هيكون من التعليقات على الفيسبوك او اليوتيوب هكون مرة سحبة من هنا ومرة سحبة من هنا وهعلنوا الاسم بعدها تاني يوم هعدل البوست واكتبه وبهذه المناسبة احب ان انا اشارككم حملة التبرعات اللي احنا بنعملها كل سنة رمضان فرصة جميلة ان الواحد يتصدق فيها ويعمل اعمال خير اكتر هسيبلكوا رابط التبرع تحت في صندوق الوصف اللي حبي شاركنا معنا وان شاء الله نلتقي في حلقات اكرة كثيرة لان حلقتنا خلاص النهاردة انتهت وندعو الله العظيم ان يجعل شهر رمضان المبارك هذا العام شهر خير على بلدنا وعلى بيوتنا واتقبل مننا دعواتنا وصيامنا وقيمنا ونشوفكم على خير المرة الجاية السلام عليكم اشتركوا في القناة